في الثالث والعشرين من يناير أحيى مجلس القضاء الأعلى في العراق الذكرى الخامسة لإقرار القانون الداعم لاستقلاله التام وذلك وسط حضور مميز من القضاة العراقيين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإقليمية وفي كلمته طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان القوى السياسية المتنافسة باحترام ما يصدر عن المؤسسة القضائية حتى وإن كان يخالف رأيهم وهنا نجدد الدعوة إلى جميع القوى السياسية المتنافسة إلى احترام ما يصدر عن القضاء بموجب الدستور والقانون وإن كان بخلاف رأيهم من جانبه استحضر الرئيس العراقي برهم صالح مواقف القضاء العراقية في تطبيق القانون والعدالة ومكافحة الفساد رغم شتى التحديات والمصاعب وحية في تغريدة له على تويتر بإجلال شهداء القضاء في سبيل إرساء دعائم العدل والحق كما ثمن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التضحيات الوطنية الكبيرة التي قدمها قضاء العراق من أجل العدالة ومكافحة الفساد والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها مشيرا إلى أن تطوير الأداء القضائي عنصرا أساسيا في مسيرة الإصلاح وفرض القانون الاستقلال التام للقضاء العراقي منحه قوة أكبر في الحفاظ على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وتثبيت دوره المحوري والإيجابي في تطبيق الدستور والقانون اشتركوا في القناة